أعلن مجلس إدارة نادي الكويت عن اختيار خالد علي الغانم لرأسة النادي خلفا لرئيسه السابق عبد العزيز المرزوق والذي تقدم باستغالته من منصبه بعد تعيينه في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وأعلن نادي الكويت عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن استغالة المرزوق جاءت التزاما منه بتطبيق قانون الهيئة ووجه مجلس إدارة النادي الشكر إلى المرزوق على ما قدمه طوال فترة عضويته في المجلس مشيدا بمسيرته التي واكبت تحقيق النادي للكثير من الإنجازات والبطولات